السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن اعراض الحمل بعد الابرة التفجيرية بخمس ايام وايضا بعد الابرة التفجيرية بعشرة ايام اولا اعراض الحمل بعد الابرة التفجيرية بخمسة ايام توجد بعض العلامات التي تظهر على المرأة بعد تلكيح البويضة والتي تعتبر دليل على نجاح تلكيح البويضة ومن اهمها ما يلي كتشعر المرأة ببعض اعراض الحمل الطبيعي كالتعب والإرهاق وعدم القدرة على القيام بالمهام اليومية والشعور بقيء وغسيان بشكل متكرر لدى المرأة التعرق والشعور بالتعرق في بعض المناطق قلق بطين الشعور بالحاجة إلى التبول المتكرر وزيادة معدل الإفرازات المهبلية عن الأوقات الطبيعية والشعور بتغيير في الحالة المزاجية وقلق وتوتر مستمر الشعور بحكة في بعض المناطق من الجسم وخصوصا في الصباح وجود زيادة في نمو الشعر في جسم المرأة بشكل عام الشعور بتورم في بعض المناطق مثل تحت العينين أو في الجفون والإصابة بإحمرار في اليدين لدى بعض السيدات ثانيا أعراض الحمل بعد الإبرة التفجيرية بعشرة أيام هناك بعض الأعراض التي تظهر أيضا بعد إجراء الإبرة التفجيرية بحوالي عشرة أيام والتي تدل على نجاح الإبرة التفجيرية وحدوث الحمل وهي كالتالي قلة تناول الطعام بشكل ملحوظ تكرار مرات التبول لدى المرأة بشكل كبير الشعور بتغيير في درجة حرارة الجسم وجود الكثير من الإفرازات المهبلية لدى المرأة والشعور بألم في البطن بشكل متكرر والشعور بقيء وغسيان خصوصا في الصباح في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع للمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعموا لك وكومنتو وشاركوا فيديو مع صدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر